مرة تانية وثالثة وربعة وألف برجلينة بقلبنا بدماغنا نكسب المباراة رغم أي ظروف ورغم أي حكم هيحكم هذه المواجهة مواجهة منتخب مصر والكاميرون اتحاد الأفريكي لكرة القدم أعلن رسميا عقوبة على الاتحاد المصري لكرة القدم غرامة قدرها 100 ألف دولار مع إقاف التنفيذ لـ 50 ألف دولار وتزديد 50 ألف دولار أخرى لخرق البرتوكولات والتوجهات الإعلامية الخاصة ببطولة كأس الأهم الأفريقية ده بعد ما قلتوا سكيروش غاب عن المؤتمر الصحفي لمواجهة المنتخب المغربي بالمناسبة في عقوبات أخرى من مصادر لم تعلن رسميا حتى الآن وقالت أنها تتغير بس أنا أقدر أقولها لكم بسبب مباراة مصر والمغرب مصر هتتغرم والمغرب هتتغرم بسبب المشاكل اللي حصل بعد المباراة في الآخر وفي لعيبة ممكن يتم إقافهم على مدى قصير عموما هي مباراة وخلصت ونفضل دايما نقول دي كورة قدم فيها الحب والود زي ما شفنا السواء العظيمة وفيها التنحر ده بيبقى حماس ملعب حماس بلعب يفضل المنتخب المغربي هو منتخب شقيق يفضل الشعب المغربي هو شعب شقيق يفضل الأمور دي كلها مباراة كورة قدم وبتخلص في ثواني بتحصل عندنا هنا في الدول المصري بأن في رئتين من بلد واحدة عادي وبتحصل في الدول المغرب من في رئتين من بلد واحدة عادي دي كورة بتحصل في أسبانيا والبرتغال في فرنسا والبرازيل دي كلها أمور بتخلص وبتحصل في كل المباراة بأمور هدية وخلص يعني لعيبة بتحتد على بعض في موقف انت بتكلم في كمية ضغط مرعب ضغط مرعب على كل اللعبين اللي بيقوا في أرض الملعب دي يا جماعة ما تتعملوش معها الناعادية اه احنا دايما نقول ايه لازم نلتزم الهدوء والروح الرياضية وده الصح واللعيب اللي يعرف يمسك نفسه وهو متعصب أو هو كمان متوتر ده لعيب عظيم وهائل جدا بس ده ما يمنعش انه زي ما قلت لكم قبل كده أنا بيهزار حتى احنا منلعب كرة مع بعض في الشارع من وحنا صغارين بنتخاني مع بعض وروحين مع بعض ونجيب أكل وشرب مع بعض عادي فدي بتحصل تخيل بقى احنا في الشامش احنا مضغوطين يعني زي الناس دي الناس دي وراهم شعوب يعني جماهير شعوب بالملايين بيشجعوهم وبيسندوهم